لديكم شكل له أربعة أضلع أي أنه رباع الأضلع وفيه ضلعان من الأضلع الأربعة متوازياً وهذا حسب التعريف يسمى شبه منحرف قوموا بحساب مساحة شبه المنحرف باستخدام الأبعاد المعطى لكم هنا فكروا في الحل اضربوا طول القاعدة وهو 6 في الارتفاع وهو 3 6 ضرب 3 هكذا تحصلون على مساحة مستطيل لعرض 6 وحدات وارتفاع 3 وحدات هذه مساحة الشكل هذا باللون الوردي مساحة هذا الشكل هي 6 ضرب 3 من الواضح أن مساحة شبه المنحرف أقل من ذلك لكن ماذا يحدث إذا ضربتم 2 في 3؟ ستحصلون على مساحة مستطيل بعرض وحدتين وارتفاع 3 وحدات تخيلوا أن هذا مستطيل ومساحته 2 ضرب 3 كما يبدو فإن مساحة شبه المنحرف ستكون بين هذين العددين ربما في المنتصف تماما بينهما لونوا هذا المستطيل هذا هو فرق المساحة من الجهة اليسرى وهذا هو فرق المساحة من الجهة اليمنى ركزوا على شبه المنحرف ستلاحظون أنكم إذا بدأتم من هذه المساحة الصفراء فشبه المنحرف يتضمن أيضا نصف الفرق بين مساحة المستطيل الأصغر والمستطيل الأكبر على اليسار وكذلك نصف الفرق بين المساحتين في الجهة اليمنى من الواضح إذن أن مساحة شبه المنحرف هي هذه المساحة المضللة كلها كما ترون في المنتصف بالضبط يجب أن تكون في المنتصف تماما بين مساحتي المستطيلين الأصغر والأكبر احسبوا الآن متوسط هذين الرقمين ستة ضرب ثلاثة زائد اثنين ضرب ثلاثة كل ذلك مقسوما على اثنين عندما تحسبون مساحة شبه المنحرف هذا تنظرون إلى القاعدتين الكبرى والصغرى وتضربون كل منهما في الارتفاع ثم تحسبون المتوسط يمكنكم أيضا حسابها بطريقة أخرى ستة زائد اثنان ثم خذوا ثلاثة عامل مشتركا ستة زائد اثنان ضرب ثلاثة والناتج مقسوم على اثنين وهذا يساوي أيضا ستة زائد اثنان على اثنين ضرب ثلاثة وهذا هو متوسط مساحتين المستطيلين الأصغر والأكبر حيث تضربون طولي القاعدتين في الارتفاع ثم تحسبون المتوسط ويمكنكم أيضا حساب متوسط طول القاعدتين ستة زائد اثنين على اثنين يكون الناتج أربعة وهذا يمكن اعتباره عرضا يبلغ أربع وحدات ثم تضربونه في الارتفاع تحصلون على مستطيل كهذا في المنتصف تماما بين مساحتين مستطيلين الصغير والكبير احسبوا المساحة الآن باستطاعتكم استخدام أي من الطرق التي ذكرناها ستة ضرب ثلاثة يساوي ثمانية عشر ثمانية عشر زائد ستة على اثنين أربعة وعشرين على اثنين أو اثني عشر يمكن حسابها بهذه الطريقة أيضا ستة زائد اثنين يساوي ثمانية ضرب ثلاثة يساوي أربعة وعشرين مقسومة على اثنين يساوي اثني عشر ستة زائد اثنين تقسيم اثنين يساوي أربعة ضرب ثلاثة يساوي اثني عشر ستحصلون على نفس الناتج باتباع أي من هذه الطرق لحساب مساحة شبه المنحرف وهي اثني عشر وحدة مربعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر